في موقع أبرق العضب هذا الموقع الذي سيطر عليه قوات الجيش الوطني منذ فترة طويلة والذي يبعد عن معسكر الخنجر بحوالي 15 كيلو غربا وكما يطل هذا الموقع على هذه الهضاب التي تسيطر في الخلف منها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على الخط الدولي ومنفذ البقع الدولي هذا المنفذ الذي ما زال تحت سيطرة الحوثيين نحن في هذا الموقع موقع أبرق العضب يقارب المحمولة ويقارب الباطنة يبتعد من معسكر الخنجر 15 كيلو غرب ولنا مدة طويلة مدة سنتين ونحن فيه وميليشيا الحوثي يتحاول عليه ليلاً ونهاراً ليلاً ونهاراً والحمد لله بقوة الله وقوة الشباب إنهم إن شاء الله ما قربوا منه ولا يرجعوا منه إلا هم مدحورين بالأمس حاولت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح التسلل إلى هذا الموقع لكن كانت تلك المحاولات فاشلة حيث صدتها قوات الجيش الوطني وألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح أيضاً حيث غنمت قوات الجيش الوطني الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في هذا الموقع الذي تسيطر عليه منذ ما يقارب العامان سيطرت عليه قوات الجيش الوطني ولا يزال الآن تحت سيطرتها فيما توهمت الميليشيا بأنها استطاعت الوصول إليه كل هذه التواهمات قد تبددت بالفشل نتيجة سيطرت قوات الجيش الوطني وصدها لمحاولات الميليشيا الوصول إلى هذه المواقع علي الجرادي قناة بلقيس خبو شعف